قام وفد من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي برئاسة فريد زهران رئيس الحزب المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية قام بزيارة مقر سفارة الفلسطينية بالقاهرة لتعبير عن تضامن الحزب الكامل مع الشعب الفلسطيني وابدى السفير الفلسطيني ترحيبه بقيادات الحزب موجها الشكر لهم على مشاعر تضامن من كافة مكونات الشعب المصري في مقدمتهم الأحزاب السياسية كما أثنى على دور الذي قام به الحزب سواء في الأوضاع الحالية أو السابقة من خلال الاتصالات والزيارات المكثفة مع الأحزاب والسفارات الأوروبية للتعبير عن تطورات القضية الفلسطينية ومعاناة شعبها